طيب استقبلت لبنان يعني بعد استقبالها لماكرو استقبلوا الوفد التركي رفيع المستوى اللي كان فيه نائب رئيس الدولة التركية فؤاد اكتاي وكان فيه مولود جويش اغلو وهو وزير خارجية التركيا تعال نشوف مع بعض استقبال السلطات اللبنانية الوفد التركي والاستقبال الشعبي ونشوف نائب اردوغان لمزار المتضررين وهتاف من الشعب اللبناني باسم اردوغان فيديوهات سريعة هنشوف فيها كأنها تلخيص لزيارة الوفد التركي رفيع المستوى الى الدولة اللبنانية للتعبير عن التضامن في اعقاب التفجير المهول اللي هز مينا بيروت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مؤسسة الصداقة اللبنانية التركية بالبرلمان وجيت لحتى وصلكم أطياب التمنيات من الرئيس التركي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تفاعل رسمي وشعبي مع الزيارة التركية وكان فيه تفاعل رسمي وشعبي مع الزيارة الفرنسية مش عارف فين الزيارات العربية ننتظر الزيارات العربية من المحيط الى الخليج ننتظر الدعم والتعاضد والتكاتف العربي مع شعبنا واهلنا المصابين والمتضررين في لبنان محمد من المغرب معايا أهلا بيك يا محمد أستاذ محمد من المغرب معنا طيب محمد مش معانا أبو أحمد من مصر أهلا يا أبو أحمد أهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو نعلي الصوت شوية بس يا أبو أحمد عشان نكون سامعك تفضل أستاذ أستاذ أحمد عاملين أهلا أنا سهلا بيك ليه يعني كمواطن عربي لما تشوف الغياب العربي عن المشهد الفاعل في لبنان اللي راح هناك رئيس فرنسا ووافد تركي فين العرب والقادتهم من مساندة الشعب اللبناني أن العرب مش فاضين العرب فالحين بس في ليبيا يروح يلربوا في ليبيا يروح يقسموا في اليمن أنهم مش فاضين يقذروا الشعب اللبناني هم هم مش فاضين بشكرك جدا شكرا لك يا أبو أحمد أبو أحمد شايف أن العرب مش فاضين لمساندة اللبنانيين هم بس فالحين على الإشعال الحرب في ليبيا أو في اليمن حسب ما أوصف ولكن للأمانة في مجهودات مادية من الكويت من قطر مصر أرسلت ولكن نحن نتكلم عن الوجود لما رئيس أو الزعيم أو رئيس الوزراء يبقى موجود في أرض الواقع بعد حدث زي ده تفرق مع الناس وتعبر عن التضامن الحقيقي مع شعوبنا الموجودة في لبنان عايزة أوري لحضراتكم الإغلاسة التركية وهي بتشارك في عادة إعمار مرفق بيروت وترفع الأنقاض وتحاول تكون موجودة وتمد يد العون للمواطنين اللبنانيين في الحادث الكبير وبرضو موجود مصريين وموجود قطريين وكويتا موجودين وموجود من الأردن وإن شاء الله نكون على قدر الحدث ونقدم يد العون لأهل لبنان اللي دلوقتي في أمس الحاجة لهذا العون وهذه المساعدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة